في ارهاب الطرقات لقي ثلاثة أشخاص خطفهم وصيب ثمائة عشر أخرين في حادث انقلاب حافلة بولاية أضرار الحادث وقع على مستوى طريق الوطني رقم 51 رابط بين أضرار وتيميمون وبالتحديد في منطقة كيفريتن الحافلة كان على متنها أفراد عائلة كانت قادمة من حفل زفاف من المنيع إلى ولاية أضرار مصالح الحماية المدنية تدخلت وقامت بنقل الضخايا إلى مستشفى دائرة أغرد شمال ولاية أضرار أعيد ونذكر بالخصيلة ثلاثة قتلى وأكثر من 31 شخصا أصيبوا بجور ونحن نتابع تفاصيل مع ديار بن داوت سجلنا ثلاثة وفياتين من جنس أنتا ووضحية أخرى من جنس ذكر أما فيما يخص الجرحة سجلنا 17 جريح نقلوا من طرف مصالحنا إلى المستشفى أو قروت أما عن الخسائر المادية فسجلنا التحطم الكل للحافلة قدمنا الإسعافات الأولية لجميع الجرحة ونقلنا الجرحة إلى مستشفى تميمون على جنح السرعة عدد الجرحة كما قلنا 31 جريح وعدد الوفيات 3 وفيات رب يرحمهم نقلنا التميمون 14 جريح التي كانت حالتهم تطلب فينا باش نقلهم على مستوى المستشفى استشفى تميمون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر